أهلا بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل دلوقتي معنا فقرة فنية مميزة للغاية موهبة غاية في الجمال حاجة كده تفكرك بزمن الفن الجميل النهاردة هنسمع أجمل أغاني ألحان مختلفة لأن هي عندها شغلها وكمان بتغني كمان أغاني قديمة آية عبدالله من ورانة في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك آية صباح الخير يا آية احنا كنا مبسوطين قوي في البروفة الحية أنا أكتر مرسي طيب إحنا كنا مبارح بنحتفل بعيد الحب وعايزين نعرف بقى أنت بتغني أغاني رومانسية كتير فعايزين نعرف احتفلت ازاي بعيد الحب مبارح هو الحقيقة أنا سنجل فاحتفلت في البيت عادي جدا ما اختلفناش احنا قولنا برضو أن السناجل بيحتفلوا بعيد الحب بالضبط على فكرة أنت كمان قلتلي أن حتى متجوزين نايمين عادي عشان عندهم شغل الصبر برافو عليك طب وقال لي يعني سنجل يعمل ايه حبيت مبارح عامل حاجة مختلفة يعني طلعت كتاب وقريته أنا عندي مكتبة كبيرة في البيت فطلعت مبارح كتاب بدأت أن أنا أقرأ فيه عامل حاجة مختلفة لا مش عن الحب عوما يعني بس عايزة أقول لك على حاجة أن برضو السناجل ليه ميزة ايه بقى ايه بقى اول حاجة مش بيفكروا طول الوقت طب بيحبني ولا بيحبنيش ما عندهمش ضغوط نفسية طول الوقت عارفت مرتحين مرتحين نفسيا ده أنت معالجة نفسية فقط مش جاية تغني مثلا المرتب مثلا ما بيخلص ان انت في هدية بقى وهتفكر وفي عزوما وش عارف ايه بتاع ومرتبك بتصير في الوحدك محدد مش ضغوط ده بقى خلص شكلك مرتبك طب قولي لي يا ايه يعني الفنان لازم يبقى عايش قصة حب عشان يقدر يعمل اغاني كويسة نحن دايما بيشوف مثلا بره نكحين قوي تيلر سوفت مثلا دايما بتحكي ان هي اكتر اغاني او بعد الانفصال فهل لازم الفنان يعيش في حالة سواء حب او انفصال او او عشان يطلع اغاني كويسة او حالك كويسة او اللي عايز اقولك ان زي ما انت قلت بالزبط احنا يعني احنا الفنان مشاعر واحسيس ففعلا لما بيحصل حاجة زي كده انفصال او حاجة بالعكس كمان مشاعر بتبقى اعلى بس كمان لما بيغني للحب انتو كمان بتحسوا الحب منه يعني انا لسه كنت مفكر في الموضوع ده من كام يوم ان الفنان بيقدر يوصل احسيس الحب و احسيس الحزن في نفس الوقت مهما كان جوائي صح ليه لانه عايشها لانه عايشها لانه عايشها و حاجة كمان ده دوره ده دوره انه هو لازم يوصل كل الاحسيس حتى الفرح طيب بمناسبة الحب بقى او يعني مش هزين مش السنجل السنجل خليها كمان شوائد وخلي لو فيها اغاني نكد نخليها في اخر الفقرة طيب نقول لنجاة كوبليه من عيون القلب يالله بينا حبيتك يا حبيبي من غير مسأل سؤال وهسهر يا حبيبي مهما طال المطال أنا بسلم حيارني وما خلنيش أنام ازاي انا بقدر اصهر وازاي تقدر تنام اهو فيها يجرى بس خليتها ومنسيك لأ بس حبيتك يا حبيبي ونوم وفيه موضوع حلوة قوي يا ايا انت عندك قبول وطلّة حلوة قوي على المسكين ماشاء الله عليك بدأت ازاي مشوارك عامل ايه؟ من وانا عندي اربع سنين بدأت في الأوبرا مع المايسر سليم سحاب لحد الان انا في الأوبرا متأسسة متأسسة صح في فرقة عبدالحليم نويرة وطول الوقت بيبقى عندي حفلات في الأوبرا برا الأوبرا برا مصر أغاني كتير بتاعتي الحاليا انا اصدرت ألبومي الجديد اسمه أصعب إحساس اللي ان شاء الله نعرض منه أغاني في الحلقة تعاونت مع ملحنين كبار في مصر وشعره موزعين كتير جدا وبكمل بقى مسارتي طول الوقت وكان عندي برنامج كنت عملا برضو على قنوات كبيرة ماشاء الله انت شكلك صغير قوي يا ايا يعني عايزة اسألك سؤال شايفة ان المغني لو عنده موهبة حقيقية لازم يطلها بالتعليم من سنه صغير كمان لازم عايزة اقولك فيه مقولة كده يقولك ايه لو انت مثلا عندك 20 سنة او 15 سنة او حتى 9 سنين انا بتكلم على العمر فيه اي حد ممكن يقولك ايه انت لسه صغير الجملة دي غلط جدا لان احنا دلوقتي في عصر سرعة بالعكس انت لازم تشتغل على نفسك من وانت صغير وما تتعلمش مهارة واحدة مهارات كتيرة علشان انت يعني كطفل ممكن ما تلاقيش نفسك هنا صح ما تلاقيش نفسك هنا بس هتلاقي نفسك هنا فاتح لنفسك اكتر من مجال بالضبط علشان كده انا مع الامهات اللي هما لازم يبقى اول ما يعني يخلفوا لازم ان هما يدخلوا اولادهم في كذا حاجة وكذا مهارة حتى لو ما عندوش موهبة في حاجة لازم يعلموهم طب انت بقى يعني اللي انت عملتيه جنب الغنى تمثيل يعني انا كنت باخد ورش تمثيل وكت فرشة المخرج الكبير خليج جلال واشتركت بقى في حاجات كتيرة تمثيل وانا صغيرة اعلانات عملت اعلانات لشركات كبيرة كمان فنانة شاملة ما شاء الله عليك طيب الحفلات اللي بتعمليها برا ايه اكتر اغاني في الطلب منك اه الترابي واغانية طيب ايه الترابي مثلا اه اسمعوني الوردة يالا بينا يالا بينا يهل الهوى قبل ما تظلموني اسمعوني اسمعوني يهل الهوى قبل ما تظلموني اسمعوني اسمعوني إسمعوني وإسمعوني وفهموني عشقنا 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 عشق شربنا، شربنا سوا دوبنا، يا ما دوبنا، يا ما، يا ما، يا ما دوبنا وتعزي بتقلوبنا وفي الليلة قبلوا، كلموا، سألوا عن اسمي، سألوا عن حبي، سألوا، قال ما رفوش، ما قابلتوش، ما شوفتوش، ما عشتوش قال يعني مش فكرنا، مش فكرنا، مش فكرنا، ولا فاكر حب بن، حب بن، كان بن، وأيام ما سوا قال لكم ايه؟ ايه؟ قال ايه؟ اه؟ ما تستغربوش، يوه يوه وفي حد النهاردة، حد النهاردة، النهاردة بيفتكر الله، 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 أنا هقدر بقى ايه؟ نقدر نتكلم عن صوت المغني أو صوت المطرب، وهو لوحده كده بدون أي مؤسرات صوتية، هو ده صوت زي ما انتم شايفين بدون أي، بدون مزيكة، بدون مؤسرات صوتية، يبان صوت الفنان، وكلنا نتكلم في بداية الحلقة لشعر الكبير مرسي جميل عزيز كان يتكلم عن الفنان الحقيقي، المطرب الحقيقي، انه يقدر يمسك المقام صح، يقدر يطلع بالمقام، مقام عالي، يطلع معاه، مقام منخفض، ينزل، ويقدر يمزج ما بين المقامات بدون ما يخل به النغمة الموسيقية، فم شاء الله ما شاء الله عليك أستاذة، فأنا يخليك، ما يمزي، يعني عايز أقولك أنا بجانب الأوبرا وأنا صغيرة، انضمت لي فرق كتير، هو ده على فكرة كمان اللي أسكل الموهبة، كمان انضميت لمسابقة صوت الحياة، اللي كانت لجنة تحكمة حلمي بكر، وساميرا سعيد وهاني شاكر طبعاً مع حفظ الألقاب، أساتذة كبار جداً تعلمت منهم، فده كمان فدني جداً في مسارتي الفنية، وقربني أكتر للجمهور بقية، احنا شفنا الفيديو كليب هو حلوة قوين، سمفروض في حد بيبعث لك لوكيشن حبيبك اللي بيخونك مع حد، وده الأصعب إحساس، لو حصل معك كده في الحقيقة هتعملي إيه؟ هتروحي اللوكيشن هروح اللوكيشن، وحسني هبقى نفس الرياكشن اللي عملته، وانا اللي عملته وانا روحت اللوكيشن بصت لهم بس، اللي هو مجرد اني ظهرت بدون كلام أصلاً، هو العين قالت كل حاجة، مش محتاجة أكتر من كده الكليب طبعاً اخرج أستاذ نهاد كمال، كلمات مين؟ كلمات سالم الشهباني، ألحان كريم نيازي، توزيع عمر إسماعيل، طبعاً بشكر كل فريق العمل اللي شارك معايا في الكليب ده، أستاذ حسن غريب، وكل الكرو اللي ساعدني كمان في التسويق، مؤمن ومحمود وناس كتيرة قوي، كمان عايزة أضيف أني أول مطربة بتصور فيديو كليب في جبل الملح في بورسعيد، وأنا مبسوطة جداً بدا لأن كل الجبل ده في تلج حقيقي، صح؟ ده جبل ملح، بس هو اللوكيشن تلج، فمدي كمان انتباع أن أنا مصورة برا مصر، أنا مبسوطة أني أظهرت كمان جمال بلدي في الكليبات، ده مش في ده بس كمان في باقي الألبوم، كل مكان خدت منه جزء، لا مش مجرد كليب، الألبوم كله هتلاقوا أن أنا صورت في فايد، صورت عند الأهرامات، صورت حاجات حلوة قوي، إن شاء الله هتشوفها في بقي الأغاني اللي جاية، ده رابع أغانية من الألبوم، أصحب أحساس، ده عظيم جداً، ده أيمن الفنان، ومن هو صغير، زي ما أنت قلت، بدأت من أربع سنين، تقريباً خامس سنين، بيكون عنده قدرة، يعني بيشوف حد كده بيفضل يقلده في البداية، ويفضل ماسك أغاني كلها عمال يغنيها، وهو رايح وهو جاية، مين كان قدوة الكونسيطيتين، أمو كلسوم، أنا وأنا صغيرة لما درست في التاريخ أن أمو كلسوم سفرت علشان كان وقت مصر كان في حروب أو في حاجات عندنا، وهي سفرت علشان تعمل حفلات، وبالفلوس دي تميد الإنتاج الحربية، بالفعل كان بيضع مصر في كل المواقف الحقيقة، كان من أول ما أنا قريت الجملة دي أصلاً، أنا يعني حسيت النهاية دي قدوتي كمان في النقطة دي أن أنا طول مسارتي الفنية بعمل أغاني كتير لمصر، وبحب دايماً أعبر عن الجواية بأنني أعمل أعمل أغاني للمناسبات لبلدي طول الوقت، حتى التلفزيون مصري كان أنتج لي أغنية قبل كده لمصر سماع مصر جواية، وتصورت فيديو كلاب حلو قوي، وفي أغاني بقى كتير ألاقي لمصر المصر نمبر وان، ومصر في القلب وحاجات كتير قوي كنت عاملها المصر، أنا أسمع أنك تحبي هودو سلطان قوي، أه جداً، تغني لنا حاجة هودو سلطان؟ يلا بينا، يلا بينا، إن كنت ناسي أفكرك إن كنت ناسي أفكرك يا مكان غرامي، 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 كنت ناسي أفكرك يا مكان غرامي، 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 بيصهرك، وكان بعادي، بيحيرك، 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 وإن كنت ناسي أفكرك، كنت ناسي أفكرك، هايل هايل، ما شاء الله عليك، يا بوليدي بقى مين من المطربين الجداد بتحب تسمع لهم وتغني لهم؟ شيرين وتامر حسني، واحسين الجسم، شيرين صوتها معيك يا يبقى حلوة قوي قوي، تسمعيني حاجة سريعة لشيرين؟ أوكي، وسريعة ليه؟ يعني، معانا وقت معيك؟ يعني، معانا وقت معيك؟ أنا حسن أنا بس بطلق بنروف من الفارم، أوكي، كميني، أقول كده يا قلبي لشيرين؟ كده كده هتمشي وتسيبني واحدة في الحياة والدنيا دية، يعني، يعني خلاص، أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تعباني، كنت روحي لما كان جوا يروحي، يعني، يعني، يعني خلاص، أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تعباني، كنت روحي لما كان جوا يروح، أمري ما تخيلت إنك يوم تروح، كنت روحي لما كان جوا يروح، أمري ما تخيلت إنك يوم تروح، مش فضلي مني غير حبة جروح، مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، أمري ما حقول يوم عليك ماضي، وكان، أمري ما أنسى مهما طال بيا الزمان، مع سنقائي، أي الإحساس الجميل، أعايض طلنا الموزيعة، أي عنك، يعني كنت عايض برده، أنا أغنية ديت خاني عايض فأني، جاريتني أطلبت منك شرين، انت اللي طلبتي، وصي الله الحمد لله، بس انت Shohei لأغاني الحزينة، كلها أحاسيس ومشاعر بتعبر قوي عن أي حالة للإنسان طبيعي يعني أي صوتك جميل ويعني في الحقيقة قصرتي فيها قوي وشعز لي أكيد تمسكتي؟ تمسكت شوية دلوقتي كانت تنهارة حتى بالك في الشوية طوال موجز دول يا فتحايا يعني صوتك حقيقي يوصلي جامد قوي فقولي لي يا أية حبة كمان أنت بتقولي بتمثلي كمان حبة تمثلي وتحترف التمثيل في المستقبل أنا بحب التمثيل فعلا جدا وخدت كورسات في التمثيل وده يمكن الأسقل كمان الجزء ده عندي مع المخرج الكبير خالد جلال زي ما أنا قلت وكمان المخرج شادي الدالي خدت مع ورشة لا أنت يعني متمرنا كده على إيد الأسادزة الصحة سليم سحب الغنى خالد جلال في التمثيل خلاص كده بزاف بحب ده جدا وكمان لو تاخدوا بالكم في الكليبات بتاعتي هتلاقوا الأداء التمثيلي أو الأداء التعبيري كمان باين لا وهنا كمان على فكرة وهنا لا فعلا والله وده عامل كبير جدا من عوامل نجاح للمغني أو المطر بأنه يوصل إحساسه للحصل دلوقتي فعلا ده تجربة يعني بسانت تعيط فعلا من أغنية بالشكل ده أغنية حزينة شوية ده نجاح للمغني بالضبط وعايز أقول لك على حاجة أني أنا كمان يعني زي ما أنت بتقول التمثيل أو الأداء التعبيري أو الصوت لأن كل ده بيشمل الفنان الفنان مش صوت الفنان أدوات كتيرة بتكون حوالين ده أنا لما مثلا في الكليب بات عملت الأداء التعبيري مخرجين فعلا كتير كلموني قالوا لي أنت فضيع إزاي عملت الأداء ده أنا حاولت أبين ده كمان في الكليب باتي أوصل إحساس بكل الأدوات الممكنة أوصل إحساس بكل الأدوات مش صوت بس تبصي أنا طلبت منك تغني حاجة للجديد عايزة حاجة للجديد بردو بس حاجة فرايحة شوية حاضر حاضر أتخفيش في شعائتك شعائتك عايزين الفرحة تدخل المكان بقى حسنا هقول حاجة لعمر دي يلا يتعلموا يتعلموا مر أدي يتعلموا شوفهم فين وحبيبي فين ما شفوش كده ولا يحلموا يتعلموا يتعلموا مر أدي يتعلموا شوفهم فين وحبيبي فين ما شفوش كده ولا يحلموا اللي عنده دحكة زي دي والليلون عيونه مش عادية ييجي هنا جنبي ييجي لي أحكي له اللي شفت أنا بعناية أموت أموت في الدحكة دي أموت أموت في الدحكة دي الله 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 علي علي الله عليك يا انت الله عليك يا انت إيه الجمال دا؟ طيب انت قلت في الأول ان قدوتك ومكلسوم نسمع حاجة سريعة كده لمكلسوم أولا من أنت أموت في الدحكة أموت في الدحكة أموت في الدحكة أموت في الدحكة وبحلوته وبعذابه وبأساوته أموت في الدحكة 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 هو ده تزوق الموسيكي اللي هو ان انت لازم كمان الكلمة تعبر عنها والمعاني توصلها للجمهور مش مجرد ان انت بتقرأ جورنال ايا انت عندك ثقة في النفس هتوديكي اماكن بعيدة قوي وعندك كارزمة مش عند اي حد تي ناس كتيرة مهوبة لكن مش كالناس عندها كارزمة صوتك اكبر من سنك طلتك حلوة على الشاشة كل ده هيأهلك ان انت ان شاء الله تبقي من اهم مطربيين مصر ان شاء الله في الفترة الجاية كل شكرا لك على وجودك معنا نورتينا مرسيدا نوركو وانا صرفت ان كنت معاكم النهاردة صباح الخير يموت